السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم احبة من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الاحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية القضايا جماعة لكثير من النساء اللي هم بعد الزواج قضية الحمل دايما يبحثوا عن الحمل بعد الزواج وهذا حقهم يعني سبحان الله العظيم سواء الرجال او النساء على فكرة فكل انسان يتزوج بعد فترة يريد ان يبحث عن الحمل واذا تأخر الحمل تبقى قضية القضايا قضية القضايا وكل البيوت فيها الكلام ده فهل هناك من الرؤى ما تبشرني بان المرأة المتزوجة سوف تحمل او حتى الرجل المتزوج هناك رؤى تبشره بحمل زوجته نعم ان شاء الله تبارك وتعالى والحاجات دي جماعة بالاستقراء وجدنا بالفعل ان هذا الكلام واقع في الدنيا ان كثير من الناس رأوا بعض الاحلام قبل قضية الحمل وبالاستقراء العلماء جمعوا هذه الرؤى وقالوا من يرى كذا سوف يبشره الله بالحمل فهذه الرؤى بنسبة 90% ان شاء الله تبارك وتعالى بتحصل يعني اول رؤية معنا وهي رؤية المطر الغزير للمرأة المتزوجة تدل لها على الحمل رؤية الحزن مع البكاء في المنام تدل على الحمل رؤية الدمية للمرأة المتزوجة تدل لها على الحمل ظهرة اليسمين للمرأة المتزوجة تدل لها على الحمل رؤية العجيبة اللي دي محتاجة مفسر رؤية الشبل اللي هو ابن الاسد اللي هو الاسد الصغير هذه الرؤية تبشر الرجل بحمل زوجته ولو رأتها المرأة تبشرها ايضا بالحمل رؤية خدمة الأقارب للمرأة المتزوجة إن عندها أقارب لأهلها وهي تقوم على خدمتهم يعني وكأن هناك مائدة وهي بتخدم عليهم بتقدم لهم الطعم هذه الرؤية تبشرها أيضا بالحمل إن شاء الله رؤية الباب له معاني كثيرة من ضمن معاني للمرأة المتزوجة أنها تبشرها بالحمل رؤية خروج الدم من الفرج هذه الرؤية تدل لها على الحمل رؤية أنها تدعو لنفسها في المنام بالحمل هذه الرؤية تدل على الحمل إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية الانتقال للمرأة المتزوجة من بيتها إلى بيت كبير وواسع تدل لها على الحمل رؤية هدية السجاد تدل لها على الحمل رؤية هدية الميت بصفة عامة تدل على الحمل لكن هدية الميت لما نجمئف معها بالتفصيل ونشوف الهدية نحقيه أحيانا المعنى بيختلف لكن بصفة عامة هدية الميت للمرأة المتزوجة تدل لها على الحمل رؤية تبني طفل في المنام تدل لها على الحمل رؤية الحصان الأبيض تدل لها على الحمل رؤية الماء الراكد اللي هي زي البركة كده الماء هي مش نهر جاري ماء مش ماشية لا ماء راكد هذه الرؤية تبشرها بالحمل رؤية الغرفة الجميلة تبشرها بالحمل الرؤية العجيبة اللي هي رؤية المرأة المتزوجة أنه ظهر لها ثادي ثالث أو رابع أو حتى خامس طبعا هي رؤية مستحيل تحصل لكن معناها إيه؟ أنها تدل لها على الحمل رؤية الإبر والخيط لها معاني كثيرة لكن بالنسبة للمرأة المتزوجة بالنسبة كبيرة جدا هذه الرؤية تبشرها بالحمل رؤية الفستان الأحمر في المنام تبشرها بالحمل رؤية حبل الغسيل تبشرها بالحمل رؤية الوقوع في الحفرة تبشرها بالحمل رؤية كلمة المحمول لوها الموبايل لكن قل إن هي تشوف في المنام كلمة المحمول من حد يقول لها خذ المحمول ده ما قال لهاش خذ الموبايل ما قال لهاش خذ النقال زي ما السعودية بتقول أو دول الخليل لا لكن كلمة المحمول تدل لها على الحمل إن شاء الله رؤية المرأة أنها تطبخ بزيت الزيتون تدل لها على الحمل رؤية خروج اللبن من الثدي للمرأة المتزوجة تدل لها على الحمل رؤية إرضاع طفل جميل تدل لها على الحمل رؤية هدية اللعبة للرجل المتزوج تدل له أن زوجته سوف تحمل إن شاء الله رؤية الأم المتوفية وهي سعيدة للمرأة المتزوجة تدل لها على الحمل رؤية لسعة النحل تدل للمرأة المتزوجة على الحمل رؤية كرت الدعوة الأبيض هذه الرؤية تدل لها على الحمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذه كانت مجموعة من الأحلام التي تدل للمرأة المتزوجة على الحمل انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته